السلام عليكم كيف حالكم اتمنى تكونوا باخير وعلى خير بتمام صحة وعافية وانتما كتشاهدوا هذا الفيديو هذا على قناتي وقناتكم يومياتنا السيمة اليوم بإذن الله سنشارك معكم فيديو جديد سلطة اللي كتجي إراقية في المنظر نقدموها الضيوف دينا أو أي مناسبة عندنا يعني سنشاركها معكم إن شاء الله بكل تفاصيل ديالها فاخليكم معي لآخر الفيديو فإن شاء الله نتمنى هذا الفيديو هذا اليوم اين الاعجاب ديالكم كذلك ما تنسوش أنكو تشاركوه مع الأصدقاء والأحباب ديالكم ولعجبكم كذلك تخلوا لي اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم فنبدأوا على بركة الله في الطريقة لتحضير هذه السلطة هذه الي ان شاء الله نتمنى أنها تنال إعجابكم فنبدأوا على بركة الله في المكونات اللي غذي نحتاج كيف ما تلاحظوا معي هنا يا عندي السلطة ديالخص الي هكذا يغسلتها وخليتها تنشف مزيان كذلك هنا عندي السلطة ديالجير لجير جير و هنا يجب الشعر اللي سلقتها من قبل كذلك هنا لديه بطا% المكعبة الصغر حتى هي مسلوقة كذلك هنا لديه البروكولي حتى هو سلقته من قبل و دعنيه لعجانب روز حتى هو ممسلوق كذلك هنا يجب الحضر آه جزر لي هكذا يكون صغيرة كذلك هنا عندي الكرمب أو المكور لمقطعته هكذا يرقيق يكون هناك في هدي اللون الموف قطعتها هكذا القطع لي هو رقيق على طول جيدا. كذلك هنا عندي ما تشاو صغيس كيفما كتلاحظوا معي هني في الجوج يالالوان كذلك هنا غزي نحتاج الكروفيت وعند هكذا كبير او الجنبري كيفما غزي تلاحظوا معي هنحط هوان سلطة في شوية دي النار باش غزيين نزيين به ان شاء الله الصلاة ديالي كذلك هنا هي عندي الفجل كيفما كتلاحظوا معي غزي نوريكم بالطريقة اللي الزقل فلاحظر الزقل نحضر الشامبينو ندفع زيت شبدال زيت بزار ملحة خطيه سنضيف تسومة قمت بسيطة القنباري وضعت لكي التسومة وشوية الملحة وشوية البزار وشوية القصبر نسوته ونجعله على جانب حتى نزين به حتى حتى صلاة كيف تلاحظه معي كذلك ضفت لكي البابريكا هنا ونجعله حتى نسوته مزيان كيف ما تلاحظه معي ونجعله على جانب اما بالنسبة لها كيف ما تلاحظه معي هنا اخذت واحد الاناء اللي عملت فيه مكعبات ديالتي كذلك شوية الماء اللي باشي يطينا هذا الماء يكون بارد هنا كيف ما تلاحظه معي كان اخذ الفجل وكان قطعه بها الطريقة هذي كان عمل جيد قطعتها كذا في الوسط وكان وليع وثاني نعمل بالعكس ديالها ونجعله في ذاك الماء بارد باش كي يخليه تفتح باش يرجع على شكل وريضة اما بالنسبة لها غدي ندوز نحضر السلسل غدي نحتاجها باش غدي نخلط بها لسالة ديالي او للمكونات اللي تكرت معكم من قبل هنا اضفت شوية الملحة شوية ديال لبزار كذلك غدي نضيف زيت زيتون مخلطه مع زيت نباتية كيف ما غدي تلاحظه معي هنا وغدي نعمله في هذه القرعة وغدي نخلطه مزيان باش غدي نبقى نخلط هنا يكي تكون عندنا المأمورية انه سهلة كتسهل علينا اننا نخلطه لسالة ديالنا بكل سهولة يعني غد خلطه مزيان خلي على جانب كل ما كان بغن نخلط شي مكون مكونات اللي غدي نعملها في السالة ديالي غدي يكون عندي السلسل ديالها جاهزة اما الآن على بركتي الله غدي نبدي اول شي غدي نخلط هنا البروكولي غدي نضاف شوية من السلسل اللي حدرت معاكم من قبل وغد نخلط البروكولي ديالي هنا ما غدي نضافله هتا شي اضافات غدي نعملüne فقط سلسل ونحطه هنا ياف هذا البراتو هذا يعني على جانب هجا غدن نخلط الحويج الي غدي نحتاج او المكونات اللي غدي نحتاج ونحط самого trust غدي نحط له هفذا البلاتو هذا من بعد عاد غدي هجي قنزيين في البراتو اللي او او الطبق اللي سنقدم فيه سلطة ديالي احنا ياخددوك البيبي كاروت او الميني جازر هكتا كيكونوا صغيرين اعملت لهم حتى ما شوية ديال مادنوس كدلك شوية ديال السلطة اللي حضرت معاكم وغدا نخلطهم زيان حتى هما حتى ما ما غادش نضيف لهم شيء اضافة فقط هكدا ونخليهم على جانب فهكدا يعني كتكون ساهلة عندنا اننا نخدموه بكل سهولة احنا كدلك اخدت له باشعراء اللي سلقتها من قبل غدا نضيف لها حتى هي شوية من السلطة اللي حضرت معاكم وغادي نخلطها حتى هي مزيان ونوضحها حتى هي فضل بلاتون ونحطوه على جانب ونزيد نكمل المكونات الاخرى فهكدا يعني كتسهل علينا الخدمة حتى اننا نخدموه بسرعة اما بالنسبة لهنا يا فاخدت الواحد الاناء اللي غدا نوضع فيه المكور ديالي او الكرومب اللي قطعته هكدا القطع اللي رقيقة اللي انها كتفلو الموف كذلك قد نضيف ليه هنا شوية من الضرق او مايس كيف ما كتلاحطو معايا كذلك قد نضيف ليه هنا شوية ديال زبيب ففعلا غي جربو هاد سلطة هادي يعني خصوصا يعني هادي فعلا جات رائعة كل شي حما هنا كذلك قد نضيف ليها شوية من الصلصة اللي حضرت معاكو وصفيك نخلطهم زيان يعني هاد المكونات مع بعض ها بعد ونخليهم حتى هم على جانب حتى ندوز باش غادي نزينهم في الطبق ديالي اما بالنسبة لهنا اخدت كذلك واحد الاناء اللي غدا نوضع فيه البطاطا ديالنا اللي قطعنا على المكعبت صغار كذلك ضعت واحد الملعقة من المادنو صغيرة كذلك قد نضيف مايوناز هنا يا وغادي نضيف كذلك القليل من الصلصة اللي حضرتها معاكم الشو كيفاش هادي يعني فعلا طريقة اللي كتسهل علينا توجدوها كالسلصة ديالكم تحطوها على جانب وتوقو تخدموها كذلك ففعلا كتخدموه كل سهولة هنا كنخلط المكونات كلها مع بعضها بعض نزيان وكنحطها كذلك على جانب اما بنسبة الهنايا فاخدت الروز كذلك وضعته في واحد الاناء كنضيف لي هنا شوية دراء كذلك كنضيف لي هنا واحد العلبة من الطون نضيف جوز العلب ديال طون لانه كانت عندي كمية كبيرة ديالروز كذلك هنا غدا نضيف هنا شوية ديال المايوناز كيفما كتلاحظوه معايا وضفت كذلك ضفت شوية ديال مايس لانه جاتني قليلة كذلك تنضيف هنا السلصة وكنخلطهم ونوضحهم على جانب اما بنسبة الهنايا فاخدت الاناناس اللي غدي نقطع لها هذا كرس ديالها اللي غدي نحتاجه في الزين ديال سلطة ديالنا وكذلك هنا يا غدي نقطع الاناناس الآخر نقطعها كذلك القطع صغير ونوضحهم على جانب باش غدي نزينه السلطة ديالنا غدي نستمر بهالطريقة هذه حتى نكمل التقطع ديالاناناس وغدي ندوز نكمل معكم باقي المراحل اما بالنسبة لنا فأخذت هذا المول هذا الكيك ونعمل فيه الروس ديالي ونضغط عليه هكذا مع الجوانب باش غادي نزينه بحت هو السلطة ديالنا فابقوا معي لاخر الفيديو باشوفوا ترقتي في تزيين هاد السلطة هادي فعلا جات تزيين ديالها اراقي كيف ما قد لكم تقدروا تقدمها لاي مناسبة عندكم وكذلك للضيوف ديالكم اما الآن في وصلت المرحلة اللي كتعجبني بزاف هي التزيين او تنسيق يعني الحويجات هادي ديال الماكلة هنها كيف ما كتلاحظوا معي اخذت هذا الطبق هذا اللي غادي نقدم فيه السلطة ديالي ففعلا كي يجيو دك شي اهمي ويعني طريقة اللي كاتي فيهم تقديم ديالهم رائعة هنا كيف ما كتلاحظوا معي اخذت سعينت بواحد القطعة او هذا اللي باش قلبت بها هاد الروز هاد سهلت علي احت هي باش ما يتخسر ليش منظر ديالروز احنا كذلك اخذ البيبي كاروت او الجزر اللي حكت عالنا صغور كنغل نحطها كذي على جوجي الجهات كذلك اللي باش شعر احت هي في جوجي الجهات يعني باش يكون اه كونش يعني قدامه اي واحد يكون قدامه يعني اي حاجة بغي يهز منها وهنا كيف ما كتلاحظوا معي كذلك اخذت البروكولي ديالي احت هو وكنحطوها كذي في الجوانب هنا ياخذت كذلك البطاطا احت هي يمكن لكم هنا البطاطا كذلك الدفو اللي هاتحكو فيها البيض مسلوق ففعل احت هي كجي رائعة انا ساينيت فقط بهذا بهذا الطريقة هذي يعني كل واحد يعني كيبقالي تزيين على حسب الضوء ديالو وكذلك المكونات اللي بغي يضيف يمكن لكم الدفو مقرونة يعني تسلقوها حتى ايو تحكو فيها الطون يعني كين بزاف يعني الانواع ديالي صالاته بزاف هكذا يكتعملهم هكذا وكتعملها تشكيل ديالي صالات جاغ ديني بحال تشكيل هنا كيف ما كتلاحظوا معي كذلك وضعت هاد الكرومب ديالي اللي زينتوا معكم بعض الطريقة هذي حتى هو وضعته هكذا في الجوية جوية هات كيم ما نقولوا وانا مستمر لحكتف تزيين وتنسيق يعني ديال الالوان مع بعضها بعض والدكوراسيو ديال لصالات ديالي هنا كيف ما كتلاحظوا معي اختيت هاد الإناء اللي وضعته هكذا في الوسط ديال الروس وهنايا كان اخد شوية ديال صالاته ديال الجيرجير وكان وضحها هكذا من الفوق وكان وضع كذلك هادك الراس ديال الاناناسا اللي قلت لكم عن زين به سلاة ديالي وهنا كيف ما كتلاحظوا معيا اخذت شامبينيو què كان وضعها كذى مع الجوانب ديال اله الطبق ديال اللي وضعناها الفوق كذلك كناخد هنا يا انا ناس اللي قطعنا بهذا الشكي لهذا وكان وضعه ها هو مع الجوانب بهذا الشكي لهذا ففعلا يعني يجي المنظر ديالها راقي وكذلك يعني ما شاء الله رابيها غير الخضر يعني حاجة اللي هي صحية بثاف نقدر نقدمها الضيوف ديالنا ويعني كيف ما كنقولو شي حاجة اللهمية يعني تقدمها هكذا الضيوف ديال هنا اخذت الكروفيت كيفما كتلاحظوا معي وزينت بها كده فق الروس هنا اخذت هاد العميدات هادو ديال شوى وكنعمل فيهم سكانبي او القامباري يعني هكذا يكون شوى الحجم دياله كبير اللي قلينات هوا سوطينا وكنزين هكذا به هاد العميدات هادو كنعمل هادو كده كده كما كتلاحظوا معي بعد ما تفتحات عنا هادوك الفجل اللي وضعناه في الماء كيفما كنقولوك يزيد التفتح في ذاك المبارد كنديرو حتى هوا في هاد العميدات ديال شوى وكنزين بهم وهنا ياخذت شوية ديال الوز ايفيلة كنوضعها كده فوق الكرومب اللي عملناه به هاد شكيل هذا كيفما كتلاحظوا معي حتى هوا كي يعطي واحد المداقي يعني ذاك الكرومب كيفما كنت لكم في الاول مع في الحموضة مع ذاك الزبيب مع الضرافة فعلا جرائي احنا ياخذت البامبليموس وحتهوا كنزين بهم بهاد شكيل هكذا فوق الطبق اللي عملناه الفوق وكذلك غادي نزين هنا في الوسط ديال الروز كيفما غادي تلاحظوا معايا هنا يا حتى هو يعني ذاك اللون ديالو حمامر هكذا كعطي واحد لما نقدر غزار فدائما كيفما اقول لكم يعني التنسيق ديال الالوان وكذلك الدكور كيبقى على حسب دوق ديال كل اخت فقط يعني انا يحاولت انني شارك معاكم يعني المراحل ديال هاد هاد سالة هادي من الاول الاخير ان شاء الله سافي هكذا كنستمر في التزيين ديال الصلاة ديالي وكنشوف يعني عيني ميزاني يعني شنو ناقص هنا شنو هادي خاص ندير فيها شنو هادي حتى كنكمل الطبق ديالي وكيكون كله متناسق مع بعض وبعد اما بالنسبة الى هنا ففعلا هاد ديكور هادا كل شي يسوي علي هنا كيفما كتلاحظوا معي اختيز هادو كليلي بول او الكورات ساكت صغيرين ديال موزاريلا كنعملهم في الورد البلدي ليفتتو هاكا مزيان وكذلك كنعمل كورة اخرى في الباستاج حتى هو اللي تحنتو مزيان وكنعمل في هكذا كورات فكنزين هم هكذا مزيان يعني في هكذا كورات ديالي ففعلا نجا واحد المناثر فيهم غزال يعني في الصالات ديالنا حتى هما تقدروا تزينو بهم اي صالات عندكم يعني الدكور ديالها او لا يعني ندخلو هاتويشيات هادو ففعلا كيجوا منياثر لغزال يعني وش حاجة لها كده جديدة فقد نستمر هكذا يا او مبعد كيفما غادي تلاحظوا معي اخد هنا اي واحد العود ديال اللي ياخدو هكذا اللي يكونوا طوال او العود ديال شوى اللي كتقدروا تقسموها كده لازوج يعني على حسب يعني اللي يكون متوفر عندكم كنعمل هكذا جوج وحيدة اه بالباستاج وحيدة بالورد البلدي وكان نعملهم هكذا كنزينهم هكذا على الدورة ديال الروز اللي عندنا هكذا في الصالة ديالنا اما الان في وصلنا نهاية ديالفيديو فهذا هو الشكل النهائي ديالصالة ترويال اللي حضرتها معكم فانتمنى ان شاء الله انها تنال اعجاب ديالكم كدلك مشاركة الفيديو مع الاصدقاء والاحباب وان شاء الله نشارك معكم بعد اللي hizema اللي غالي نشارك معكم بعد الاشكال ديال تزيين نخرا ان شاء الله لنا كدلك لنا هكذا الاعجاب الخواطル وكذلك قد يشارك معكم بعض الوصفات أخرى لصورتهم إن شاء الله هاد النهار ره كانت عندي عراضة فصورت بزف دي الحويجة إن شاء الله قد يشارك معكم عن قريب فانتمنى إن شاء الله هاد الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وتشاركوه مع أصدقاء والأحباب ديالكم فدمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله وخليت لكم راح